السلام عليكم حبايبي شلونكم شخباركم ان شاء الله تكونونوا بخير وياكم عادل من قناة كل يوم معلومة معلومتنا اليوم بخصوص برنامج الأكسل اذا عندك ورقة أكسل وعندك بها جداول مثل هذا سجدول وطبعا الجدول نفسه بأكوشيتات ما خلنا افترض كانون الثاني شباط مقسمها انت ذار فاني سويت هذا الجدول هو ورق زامبل عنده قام بس ما درجات طلاب السادس فانت تريد تنسخ هذه الفورمة بشهر جديد خلينا افترض من شباط كانون ثاني شباط وتريد نفس الأبعاد ونفس المعادلة اذا كانت بها معادلات ما تريد تسوي هاي الحركة مع الكوبي شوف السياني من اريد اسوي كوبي راح افتح صفحة جديدة راح اقول بيست راح ما تطلع بنفس الأبعاد اللي اريدها هوني راح تفرق عدي الأبعاد فاني شون انسخها للورقة وبنفس الأبعاد هذه شوف هنا راح امسحها لهذه احذفها اجي اوقف على نفس الملف هذا اللي الاصلي المالتي كانون الثاني خلن افترض اكليك يمين علي اضطي نقل او نسخ اختار تحريك الى النهاية واضغط على هذا الخيار انشاء نسخة وانطي موافق لاحظوا شون انفتح صفحة جديدة بنفس الأبعاد ونفس المعادلات ونفس القياس يعني بكل سهولة مجرد انه تغير اسمها تكتب مثلا شباط وانفتحت بهاي الطريقة انفتحت عدك صفحة ثانية بنفس الأبعاد ونفس المعادلات وبكل سهولة وتوفر عليك ووقته مجهود وتحياتي لكم ان شاء الله عجبتكم هاي المعلومة وهذا الشرح ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغطوا لايك للتشجيع وشكرا حبايا